ونناقش في هذه الحلقة 450 قانونيا ومسؤولا دوليا سابقا يطالبون لتحقيق أممي في مجدرة 1988 بإيران فهل تستجيب الأمم المتحدة؟ تهريب المخدرات من سوريا ولبنان إلى دول عربية يتزايد ويهدد أمن المنطقة فمن يقف وراءه وماذا يريد؟ في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة دعا قضاة ومحققون دوليون إضافة لمسؤولين سابقين إلى فتح تحقيق أممي بتلك المجدرة التي وقعت في إيران عام 1988 الرسالة وقع عليها 450 شخصية معروفة من بينهم الرئيس السابق للجنائية الدولية سانج هيون سانج وستيفن راب السفير الأمريكي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية تقول الرسالة إن الجنات مازالوا يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاة الحالي أيضا غلام حسين محسني تولى إعداد هذه الرسالة جمعت العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران وتلك المجزرة راح ضحيتها أكثر من 5000 شخص بحسب تقديرات منظمة العفو الدولية وفي المحصلة هل تأخذ الأمم المتحدة بهذه الدعوة لإجراء تحقيق في تلك الأحداث وما هو موقع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منها وهل تؤدي إلى ملاحقات جنائية ضد المتهمين التاريخ لا يبدو أنه يقبل نسيان ما حدث في إيران عام 1988 عندما قامت السلطات الإيرانية بقيادة المرشد السابق الموسوي الخميني بعمليات قتل جماعية شملت أكثر من 30 ألف سجين اتهموا بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق برغم أن الكثير منهم إما كانوا يقضون أحكاما قصيرة بالسجن أو لم توجه لهم اتهامات أصلا تولي إبراهيم رئيسي لمنصب الرئاسة في إيران خلال أغسطس الماضي أعاد تحريك الدوافع من أجل محاكمة دولية للمسؤولين الذين شاركوا في تلك المجزرة ومنهم رئيسي الذي كان عضوا في اللجنة القضائية التي نفذت الفتوى وصارت تعرف باسم لجنة الموت أكثر من 450 من مسؤولي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين ورجال القانون ورؤساء حكومات ووزراء من عشرات الدول دعوا الأمم المتحدة إلى تبني تحقيق حول المذبحة ودعوا لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية وعملا من أعمال الإبادة الجماعية كما اعتبروا الرئيس الرئيسي ورئيس القضاة من الجنات الرئيسيين مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تقوده ميشيل باشليت تلقى الدعوة وأشار موقعها إلى أن فشل الأمم المتحدة في تبني التحقيق يوفر فرصة للجنات للإفلات من العقاب لجنة العدالة من أجل ضحايا المذبحة قالت إن النداء الموجه إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان يعد أكبر دعوة للأمم المتحدة في التاريخ من قبل الخبراء الدوليين ومجتمع حقوق الإنسان لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على تلك المذبحة الإعداد للمجزرة بدأ من فتوى كتبها الخميني بخط يده يطلب فيها تنفيذ أعدامات جماعية ضد المتهمين بالانتماء إلى مجاهدي خلق بصرف النظر عما إذا كانوا قد ارتكبوا أو لم يرتكبوا أفعالا تستوجب الإعدام وذلك باعتبارهم محاربين ضد النظام على حد تعبيره نفتتح هذا النقاش بانضمام ضيفي من طهران دكتور حكم أمهز الباحث في شؤون إيران والشرق الأوسط ومن لندن دكتور طاهر أبو مدرع الأكاديمي المختص في القانون الدولي والمدير السابق للبعثة الأممية لحقوق الإنسان في العراق أهلا ومرحبا بكم ضيفي أبدأ معك دكتور طاهر يعني هذه المساعي اليوم لطالما كان هناك مطالبات بالضغط وفتح تحقيق بشأن هذه المجزرة اليوم هذه المساعي إلى أي مدى يمكن أن تستجيب لها الأمم المتحدة برأيك مساء الخير لجميع وفي البداية أريد أن أؤكد أن كل ما سأدلي به لا يلزم أحد إلا أنا شخصيا فأعود لموضوعنا وهو أن قضية الإعدامات خارج إطار القانون تمت فعليا في صيف 1988 وأعلم عدد كبير جدا من السجناء الرأي والسجناء السياسيين الأذلة موجودة والنائب المرشد الأعلى حين ذاك هو حسين علي منتزري كان قد أكد على هذه الأعمال في مذكرته والتي نشرت في سنوات الثمانينات الآن خلفية هذا الرسالة مفتوحة لمجلس حقوق الإنسان خلفيتها هو أن المقرر الخاص بحقوق الإنسان في العراق البروفيسور جاويد رحمن وزملائه سبع مقررين خواص توجهوا برسالة يوم الثالث من سبتمبر 2020 إلى الحكومة الإيرانية وطلبوا منها أن تجري تحقيق في شأن هذه الإدعاءات حول الإعدامات خارج إطار القانون وعطوها مهلة للرد على طلبهم ففاتت هذه المهلة ولم تستجيب الحكومة الإيرانية لهذا الطلب بعدها نشر بعض التقارير من طرف مجموعة العمل الخاصة بالاغتيالات والاختفاء القصري وأذانوا القضية وطالبوا بتحقيق أممي في هذا الموضوع بالنسبة للجريمة نفسها فهي جريمة بكل صفاتها تعتبر جريمة ضد الإنسانية وقد تلقى إلى جريمة إبادة دكتور حتى نستغل الوقت تتحدث عن مجزرة تتحدث عن أدلة وبراهين على وقوع هذه المجزرة اليوم يعني من الممكن أن الحكومة الإيرانية لم تتعامل أو تتعاطى مع هذه المسألة ولم تقوم بفتح تحقيق لكن اليوم ذهبوا للأمم المتحدة برأيك الأمم المتحدة هل ستستجيب لهذه الدعوة بالفعل ويتم فتح تحقيق قضائي بشأن هذه الانتهاكات أولا نعرف أن المجلس حقوق الإنسان الأممي هو مكون من الدول الأعضاء والدول الأعضاء لها مواقف سياسية قبل أن تتصرف بالشكل القانوني والحقوقي وبالتالي فالرسالة المفتوحة الموجهة لمجلس حقوق الإنسان كانت تطالب أيضا المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف بأن يتخذ المبادرة لفتح تحقيق في الموضوع ويكون تحقيق محايد ومكون من أمميين خبراء أمميين بعيدين كل البعد عن السياسة وتجدبات سياسية دكتور حكم أرحب بك من جديد دعني أبدأ بكيف تنظر إلى هذه المساعي اليوم بفتح تحقيق بشأن مجزرة 1988 التي حصلت بإيران والمطالبة بمساءلة الرئيس رئيسي ذاته بهذا التحقيق بداية تحية لك سيدة الكريمة وتحية لضيفك الكريم ومتابعيك أهلا بك أولا دعينا نبدأ من الشكل أنه أنا أتحفظ على كلمة مجزرة لأنه نحن نتحدث عن دولة هذه الدولة لها سيادة ولها قانون تعمل به ووفقا للأحكام القانونية والقضائية هي تنفذ أحكامها فجناب ضيفك الكريم أشار إلى الإعدامات خارج القانون طيب جيد ما هذا أصلا موجود في الكثير من الدول في البحرين مثلا قبل فترة عندما قام البحرين بإعدام ثلاثة شبان بحرينيين مفوضة الأمم المتحدة للأحكام خارج القانون هي التي قالت أن الأحكام جرت خارج إطار القانون وبالتالي كان يجب على الأمم المتحدة وعلى الناشطين والقضاة والمعنيين بحقوق الإنسان في العالم أن يواجهوا هذا النظام في البحرين ويحاكموه أيضا دكتور حكم إذا كان هذا الأمر أيضا هذا معيار واحد نحن لا نقوم بالمقارنة هل ما حصل بألف وتسعمائة لا طبعا هذا معيار بألف وتسعمائة وثمانية وثمانية ما حصل على ماذا يستند هذه الإعدامات على ما استندت لا لحظة سأقول لا سأقول أنا أنه إذا كان هناك معيار واحد للعدالة في العالم طب فهناك المقاومة الفرنسية يعني أعدمت عشرات الآلاف بعد الانتهاء من الحرب لأنهم كانوا عملاء إذن حتى نوصف أنا أيضا أتحفظ عن أنه لم يورد تقريركم الكريم الرواية الإيرانية فيما يتعلق بهذه القضية دعيني أشرح لك ما حزر في تلك الفترة وقبل ألف 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 قبل ألف تسعمية وثمانية كانت هناك الكثير من الإعفاءات إذا صح التعبير كما يسموها اليوم العفو كانت الكثير من بيانات العفو أو مراسيم العفو عن الذين يتعاملون يعني مع الذين يعني يتعاملون مع العدو وبالتالي الكثير منهم يعني كما يقولون عادوا إلى أحضان الدولة الإسلامية وبالتالي انتهى الأمر لم يكن هناك أي إشكالية بشأنهم ولكن هناك من أصروا على ارتكاب المجازر يعني لماذا لم يتحدث من ارتكبوا الإعدامات يعني من أعدموا هم ارتكبوا الكثير من الجرائم هناك أكثر من 17 ألف شهيد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قتلوا في التفجيرات التي حصلت في إيران وهنا نذكر بأحداث كبيرة جدا مثل تفجير الحزب الجمهوري الذي قلت له فيه آية الله بهشتوى 72 من أعضاء الحزب وأيضا مقتر الرئيس الإيراني في ذلك الوقت محمد علي رجائي ورئيس الوزراء باهونار والكثير من الجزر ارتكبت في ذلك الوقت كان هناك أحكام هذه الأحكام كل من يعني يرتكب ارتكابات معينة يحاكم ويعدم في ذلك الوقت كانت هناك القصة بأمرين الأمر الأول هو أنه قبل انتهاء الحرب في 1988 بأسبوعين قام ما يسمون بمنافقي خالق أو ما يسمون أنفسهم بمجاهدي خالق بهجوم عسكري من غرب إيران على منطقة من ضمنها كرمنشاه وبعد أن وصلوا إلى مكان ضيق في منطقة اسمها مرصد قام حاصرهم الجيش الإيراني وقتلهم يعني هذه الحرب هذه النقطة الولايات النقطة الثانية أنه من أعدموا أيضا فيما بعد هم الذين لم يعودوا عن عمالتهم من الخارج وهم الذين ارتكبوا أعمال إجرامية في الداخل إذا كان الأمر يطلب أن يحاكم المسؤولين الإيرانيين في ذلك الوقت لأن هناك قانون في إيران ومن يرتكب جرائم إرهابية وقتل يحاكم أو لا يحاكم هذا يصبح هناك معيارين في الأمر فهذه مشكلة إذن كل دولة من يرتكب فيها ارتكبات معينة يحاسب ويحاكم ويعدم وهذا موجود في الدول العربية وصغير الدول العربية موجود فإذا كان يجب أن نكون منصفين حتى نكون منصفين نعم حتى نكون منصفين يجب أن نتعامل بمعيار واحد طيب يعني بالحديث عن أن نكون منصفين اليوم لماذا لم تستجب الحكومة الإيرانية وتفتح تحقيقا بشأن ما جرى بعام 1988 إذا ما كانت فعلا هي مسنودة لأحكام شرعية وقانونية كما تقول حضرتك لا جيد هو في ذلك الوقت لم يكن هناك دولة يعني كانت هناك دولة وكانت هناك يعني مدى أن امتصرت الثورة وبدأت الحرب العراقية ضد إيران 8 سنوات جيد في هذه الفترة كان هناك تأسس الدولة وهذه الدولة أصبحت لديها أحكام إذا كان هذا الموضوع يتطلب فتح تحقيق كل برة فهناك الكثير يعني كلما أعدم شخص لارتكابه أمرا معينا فعلى الدولة المعنية أن تفتح تحقيقا وهذا يجب أن يعمم في العالم يمكن مثلا فلا تحدث عن لا أريد أن أسمي دول عربية ولا دول غير عربية ولكن لماذا لا تفتح الحكومة اليوم تحقيقا بهذا أشياء لا لا هذه دولة زاد سيادة على العموم أقع معي أعود إلى ضيفي من لندن هو وفتا للقانون هناك قانون هل تعيد النظر في قوانينها وتفتح تحقيق لا هذا الأمر لا دكتور طاهر استمعت إلى ما يقوله ضيفي أنه كيف لدولة أن تضع القانون وتنفذ القانون ومن ثم أن تفتح تحقيق بهذا الشأن وبأن هذه الأعدامات التي حصلت كل مستندة لأحكام قانونية وشرعية أولا أنا أفهم من كلام ديفك الكريم أن أنه يعترف أن الإعدامات خارج إطار القانون ارتكبت فعلا وعدد هذه الإعدامات عالي جدا مرتفع جدا إلى درجة أنها تعتبر جريمة ضد الإنسانية وأكثر من هذا لأنها تسلط هذه الإعدامات على فئة معينة بذاتها وعليه فقد تلقى إلى جريمة جريمة إبادة ديفك الكريم أعترف وأعطى الحجة لهذه الإعدامات لكن لا يجوز المقارنة بإعدامات في الدولة مع الدولة الثانية يعني لما يذكر البحرين أحنا كلامنا اليوم عن إيران والإعدامات التي تمت في إيران اعترف بها السلطات الإيرانية ذاتها واعترف بها في وقتها النائب المرشد الأعلى حسين علي منتظري اسمه منتظري حسين علي منتظري اعترف وقال أن التاريخ سيلاحقنا فهذه الاعترافات لا يمكن أن نغطي الشمس بالغربال يعني ارتكب الجرائم في ظروف قاسية للغاية واليوم السلطات الإيرانية تعترف رسميا وعلى بعض من السلطات الإيرانية يذكر المجازر هذه بفتخار وعليه فاليوم المجتمع الدولي راجع القضية ويرى أنه مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التسامح فيها وعليه فكل من ساهم في ارتكاب مثل هذه الجرائم مطالب أنه يمثثل للقانون ويسلط عليه ما يفرد القانون والحكومة الإيرانية مطالبة بالسماع للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران أنه يزور البلد لماذا يرفضون التصريح له بزيارة البلد يعني كل الإطارات الأمم المتحدة ممكن أنها تزور الإيران إلا المقرر أن الخواص للأمم المتحدة في حقوق الإنسان لا يسمح لهم بزيارة إيران فهذا يدل على أن إيران تتماذى في موقفها أنها ترفض أحكام القانون الدولي ترفض أحكام قانون الدولي الإنساني وبالتالي تدخل المجتمع الدولي وتدخل الخبراء الدوليين هذا أمر مطالب به ومستحق ويجب أن على إيران أنها تفتح المجال لتحقيق مستقل للجنة دولية هو سؤالي لدكتور حكم دكتور اليوم لو استجابت الأمم المتحدة لهذه المطالب حقيقة ومضت وفتحت تحقيق دوليا بشأن الإعدامات التي تمت إلى أي مدى ممكن للقضاء الإيراني والحكومة الإيرانية التعاون مع أي تحقيق أممي وارد أولا سبحي سيدة الكريمة أن أقول أنه دكتور الكريم دكتور طاهر قولني ما لم أقوله أنه اعتراف هناك أعدامات حصلت طبعا ولكن هل الأرقام صحيحة التي تضخم هذه إشكالية كبيرة جدا الإعدامات كيف جرت وفقا للقانون لدولة زاد سيادة تخرج من الحرب تخرج من هي ثورة خرجت من حرب مدمرة وبالتالي كان هناك عملاء وكان هناك رهابي يرتكب أعمال تخريبية وأعمال رهابية دامية راح ضحيتها عشرات الألاف في إيران وهذا أمر معروف أيضا فلذلك إذا قامت أي دولة وفقا لقوانينها بتنفيذ أحكام قضائية فهذا يعني بعد ذلك تعود وتحاكم من قبل الأمم المتحدة أو غير هذه إشكالية الأمر الآخر إذا كان هذا الأمر وأنا عبر الدكتور طاهر أتمنى عليه وعلى الذين يمون عليهم وعلى الذين يوقعوا هذه العريضة للأمم المتحدة طيب جيد أن يبدأ يعود ويحاكم المقاومة الفرنسية التي أعدمت عشرات الألاف خارج إطار القانون وعدمتهم ميدانيا هذا الأمر الأمر الآخر أيضا كان هناك طلبا من قبل مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الاعدمات خارج القانون نسيت اسمها فيما تعلق البحرين حاولت أن تزور البحرين ورفضت البحرين أن تعطيها هذا الإذن أيضا القيانس يرتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني أنا سأقول سأأتي عليك أنا أتمنى عبر الدكتور طاهر الكريم أن يوجهوا شكاوى بأعداد مثل هذه أعداد ضد هذه الدول أو غيرها من التي ترتكب هم يقولون دول الأمم المتحدة تقول خارج إطار القانون هذا اعترافات أما في إيران ليس هناك من إعدامات خارج القانون كان هناك قانون ونفذت الأحكام وفقا للقوانين فلذلك لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تتقبل هذا الأمر أنه إذا كان هناك تصور في الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بأن يحاكم جنودها في العالم وهذه اتفاقيات موجودة مع كل العالم لماذا لا يكون هناك شكاوى ضدها الأمر الآخر أيضا أنه إذا كان أي جندي في أي دولة حتى لا نخرج خارج أي دولة في داخل دولة إذا جندي ارتكب خلال عمله جريمة معينة صحيح أنه يحاكم ولكن يحاكم بمحاكمة خفيفة لماذا لأنه إذا حكم كل جندي يرتكب جريمة فهذا يعني أن الجنود لن يعودوا وينفذون النظام فلذلك القانون إذا كانت كل دولة تنفذ القانون عفرة تنفذ القانون وبعد تنفيذها للقانون القائم تأتي وتفتح تحقيقات وتحاكم نفسها وتحاكم مسؤولين الذين ارتكبوا شرائم فهذه يعني بفقا للأمر فقط نقطة أخيرة حتى نبقى بموضوع أشكر عليها الدكتور طاهر وقال إدعاءات حتى نبقى بموضوع فقط نقطة أخيرة أنا أتشكر الدكتور طاهر الذي قال أن هناك هذه إدعاءات هو استعمل الصلاح القانون الصحيح أن هناك إدعاء بارتكاب مثل هذه لكن الإعدامات حصلت والإدعاء دكتور حكم اليوم يحتاج لتحقيق وهو ما بحسب ما تقول مرفوض كليا بالداخل الإيراني فكيف لهؤلاء الناس أن يصلوا إلى الحقيقة إذا مكان الوضع على ما هو عليه في إيران الآن على العموم دكتور طاهر أود السؤال هنا عن أن وفقا للمروجين للدعوة يعني هي ستكون من أكبر القضايا لو تبناها المجلس حقيقة لكن بماذا سيفيد ذلك هل فعلا سيتمكن المجلس أن يقدم الجنات للقضاء ونحن نتحدث هنا حتى عن رئيس إيران السيدة هو أولا المطالبة الرسالة المفتوحة تطالب بإجراء التحقيق في هذه الإدعاءات بالارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في السجون الإيرانية تبقى إدعاءات أكيد لماذا؟ لأن أي تهمة تبقى مجرد تهمة إلى غاية تصدر أحكام قانونية نهائية في الموضوع وعليه التحقيق في هذه الجريمة هو تمهيد لبداية في إجراءات قضائية مبنية على القانون الدولي فلماذا سؤال هو لماذا السلطات الإيرانية رغم أن بعض السلطات اعترفت جهرا بارتكاب هذه المجازر إلا أنها ترفض أي تحقيق دولي وحتى التحقيق الداخلي يعني حتى السلطات الإيرانية وهي طلب منها في عديد من المرات أن تجري تحقيق داخلي في هذه الإعدامات لكنها ترفض إجراء التحقيق الداخلي وترفض التحقيق الدولي فهذا يجعلها في مركز الاتهام والإخفاء هذه الجرائم شكرا فتريد التسطر عليها برفضها لأي تحقيق شكرا جزيلا لكم ضيفاي من طهران دكتور حكم أمهز البحث في شؤون إيران والشرق الأوسط ومن لندن دكتور طاهر بومدراء الأكاديم المختص في القانون الدولي والمدير السابق للبعثة الأممية لحقوق الإنسان في العراق مشاهدين وراء الحدث متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل تهريب المخدرات من سوريا ولبنان إلى دول عربية يتزايد ويهدد أمن المنطقة فمن يقف وراءه وماذا يريد